الألماني يتربعون على عرش السياحة في البحر الأحمر بعلها يعني بشرة خير وتفاؤل بعودة الأيام السياحية الألمانية في البحر الأحمر لأن السياحة الألمانية من السياحات المهمة جدا لمصر لأن السائح الألماني يقضي في مصر أكثر من ليلة وأيضا يعني يقوم بصرف الكثير من الأموال وهذا مهم عن غيرهم من السياح أو الألماط السياحية المختلفة الخبر يقول ما زالت تتربع السياحة الألمانية على عرش أعداد الجنسيات الوافدة وتمثل نسبة أشغال تقترب من 61% حتى أصبحت البحر الأحمر هي الواجهة الأولى للسياحة الألمانية كما نرى عدد من السياح وأكد مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة في البحر الأحمر أن الجنسية الألمانية هي أعلى الجنسية وصولا للبحر الأحمر وأكد أكضا أن الألمان استحوازوا على مكانة الروس يعني الروس طبعا كانوا يأتوا إلى الغردقة وسفاجة والقصير في البحر الأحمر بكميات أو بأعداد كبيرة جدا لكن يبدو أن السياحة الألمان سوف يحلون محل الروس وطبعا لكن ليس بنفس الأعداد وأن كانت أعداد الألمان حتى لو كانت قليلة لكنهم كما قلت في البداية لديهم أنفاق كبير وهذا يعوض الأعداد الكبيرة مدير مكتب هيئة تنشيط السياحة في البحر الأحمر أكد أن أعداد السياحة الألمان في شهرين الماضي وصل إلى 80 ألف سائح وقال أن نسبة الفعلية للإشغالات هناك تجاوزت 60% والألمان طبعا يمثلون أكثر من 25% من السياحة وتابع المرتبة الثانية كانت المصريين في شهر يونيو الماضي يعني سياحة داخلية ونسبة وصلت إلى 76 ألف سائح مصري وده طبعا بيمثل إشغال سياحي ضخم لأنك أنت لا تتوقف فقط على السياحة الأوروبية الألمانية أو الروسية وغيره لكن السياحة الداخلية مهمة جدا لأنها تؤدي إلى تنشيط السياحة وتؤدي أيضا إلى زخم في المناطق السياحية وخاصة عندما تتاجه إلى أسوان والأخصر في الشتاء وإلى الغردقة البحر الأحمر أو شرم الشيخ في فصل أصيف